فيما تواصل القوات الروسية تقدمها في شرق اوكرانيا جاء اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الموافقة على تزويد كييف بانظمة صاروخية متطورة يمكنها ضرب اهداف روسية بعيدة المدى مسؤولون بالادارة الامريكية قالوا ان انظمة الصواريخ هي جزء من مساعدات امنية جديدة بقيمة 700 مليون دولار تضم مروحيات وانظمة اسلحة مضادة للدبابات وانظمة رجمات صواريخ متحركة بعد ان قدمت كييف تأكيدات بانها لن تستخدم الصواريخ لضرب اهداف داخل روسيا واوضح المسؤولون ان الحزمة ستشمل ايضا ذخيرة ورادارات والمزيد من صواريخ جفل المضادة للدبابات لتضع بهذا حدا لايام عدة من التكهنات بشأن طبيعة الاسلحة النوعية الاضافية التي قررت واشنطن تزويد كييف بها على امل تغيير مصاري الحرب المستمر منذ ثلاثة اشهر تصريحة تاتي بينما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان موسكو تشن ضربات صاروخية بعيدة المدى ضد البنية التحتية في اوكرانيا وان العمليات البرية الروسية متركزة بشدة داخل قطاع صغير من لوجانسك مضيفة ان القوات الروسية اقتربت اكثر من وسط مدينة سيفيرو دونسك الاوكرانية مع احتدام القتال خلال اليومين الماضيين